مع ذرة الأستاذ محمد كان جايب مقطع من كلام الإمام ابن تيمية عليه رحمة الله وبيقول إنه هو بيقول والوتر أوكد من سنة الظهر والمغرب والعشاء والوتر أفضل من جميع تطوعات النهار كصلاة الضحى وبيقول إنه ده كلام الإمام ابن تيمية فعايز تعليق على هذا الكلام في الحقيقة إنه الإمام ابن تيمية لما أورد هذه العبارة وبيأكد فيها على سنة الوتر هو في الحقيقة لم يأتي بهذا الحكم من ذات نفسه وإنما في الحقيقة استقى الإمام ابن تيمية هذا الحكم من فعل النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك من قول النبي عليه الصلاة والسلام من فعل النبي عليه الصلاة والسلام إنه كان بيواضب على الوتر حتى لما كان بيكون في الصفر كان لا يواضب على سنن غير سنة الصبح وسنة الوطر وبالتالي كان من فعل النبي عليه الصلاة والسلام وحفاظ النبي وإنه النبي لم يدع الوطر حتى أثناء الصفر ما يؤكد على يعني عظيم هذه الصلاة وإنها سنة مؤكدة يعني حبز لو الإنسان التزم بها قدر المستطاع وإنه استقى ذلك من فعل النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك من أقوال النبي عليه الصلاة والسلام في توصيته المتكررة بأن احنا نلزم أداء صلاة الوطر مش معنى كده أن صلاة الوطر ترقى إلى درجة الفروض الخمس ولكن هي حضيت بكثير من التأكيد من تأكيد النبي عليه الصلاة والسلام سواء من أقوال النبي عليه الصلاة والسلام أو من فعل النبي عليه الصلاة والسلام حتى أنه لم يدع صلاة الوطر حينما يكون مسافرا وبالتالي ومن عرض هذه الأدلة وعرضه لأراء العلماء والفقهاء انتهى إلى هذا الرأي احنا دايما بس عايزين نفهم حاجة لما الإمام ابن تيمي عليه رحمة الله أو غيره من الأئمة اقتنع برأي وساق من أجله الأدلة وعبر عن اقتناعه بهذا الرأي ده من حقه هو الإمام مكتهد ما هوش يعني طبيب بشري جاي يتكلم في الدين درجة المكتهد متخصص في هذا العلم يعني وبيتكلم بهذا الاكتهاد وساق الأدلة في ذلك وهناك من أدلة الفقهاء ومن أقوال الفقهاء ما يؤكد كلامه ان الأحناف مثلا بيشوف ان صلاة الوطر واجبة جمهور العلماء بيشوف انها سنة مؤكدة وبالتالي هو اقتنع بهذا الرأي وحلل الأدلة في هذا المضمار وفي هذا الفهم الذي فهمه الإمام ابن تيمية وأكد على صلاة الوطر بهذا الأسلوب هو رجل يكلم وناس كانوا يعلمون صنعة العلم فهو يعلم بأنه ليس هناك رأي ملزم بمعنى الاكتهادات الفقهية اللي بينتهي إليها كثير من أهل الفضل وأهل الفقه وأهل الاكتهاد ما هي إلا طرح بيطرحوه على الناس وكل إنسان يأخذ من هذه الآراء ويترك بحسب ما يعني يرتاح لهذه الآراء أو بحسب قوة الدليل بالنسباله أو بحسب إنه هذا الرأي مناسب له عن رأي آخر المسألة يعني هذا العرض وهذا التنوع مطلوب فهو بيعبر عن فكره وعن فقه وليس معنى كلامه إنه إلزام للآخرين إحنا بس لمحتاجين نفهم هذه الصنعة صنعة العلم إنه لما يجي فقية فبيسق لي أكتر من رأي ويجي ينحاز إلى رأي بعينه ويبقى يعني متعصب لهذا الرأي لقوة الدليل الذي هو اعتبره وبعدين عبر عن ذلك بتلك الشدة هو يعلم كغيره إن رأيه مش ملزم إنه الآراء وتعددها أنا من حقي أختار منها ما يتناغب معي وما يتناسب معي وبالتالي هو بيعرض لهذا الرأي بتلك القوة اللي حضرتك قردتها في فتاوى الإمام ابن تيمية ولكن علينا إن إحنا نعرف إنه هذا الرجل يدرك طبيعة الجمهور أو طبيعة المريدين أو طبيعة طلبة العلم اللي بيتكلم معاه لو نتذكر في الخلال الحلقات الماضية اللي عيشنا فيها مع سيرة الإمام ابن تيمية شفناه نبذ بشدة التعصب لمذهب بعينه هو اقتنع برأي معين من خلال أدلة بعينها فرجح هذا الرأي دون آراء أخرى لا يعني أنه يلزم الأتباع به لأنه في الحقيقة حياة الإمام ابن تيمية عكس ما يقال هو حار بالتعصب وحار بالرأي الواحد بل بالعكس دعا إلى التعددية ودعا إلى فكرة أنه لا يتعصب إنسان لمذهب دون مذهب وإلا وصم هؤلاء كما وصفهم الإمام بأنهم أهل أهواء وأهل بدع إنما الإنسان عليه أن يختار من هذه الآراء وفق ما قوي دليله وبالتالي إذا ساق الرأي زي ما حضرتك شفته فهو يعلم الإمام في نفسه وغيره من الأئمة بأن الرأي غير ملزم رأيه مش ملزم مش صيف على رأبتي في رأي الجمهور بيقول سنة مؤكدة وأنا مشي برأي الجمهور أخذت برأي الجمهور هل هو خطأ من يأخذ أو يقلد رأي الجمهور في ذلك لم يخطأ ولم يجرم هذا الصنع لما هو يشتغل صنعة علم زي ما قلت لحضراتكم ما علينا أن نتعلم كيف تكون هذه الصنعة وإحقوا فيها عشان ما نفتأتش على بعض